ركز معاي مثل واحد ياخذ فيتامينات ومعادن يعني كمكملات ركز معاي شوف اكل الله كل شي فيه ما تحتاج حتى تاخذ مكمل كل شي فيه اكل الله سبحانه وتعالى والجسم يبي نسب جدا بسيطة مثلا النحاس يبي الكثر سامعا معدن البارون البارون معدن اسمه بارون هو اللي وازن بين الكالسيوم والمغانسيوم اوكي قلنا المغانسيوم يوازن الكالسيوم ولكن اللي وازن مثلا بارون هل احنا نحتاجه فيه مكمل ما نحتاجه ليش للجسم يبي نقطة بسيطة ركز وين مشكلتنا هنا مشكلتنا يا جماعة بحمض المعدة والامعاء اسمه معدن معدن يعني يبي حمض معده قوي حوشك حارج ارتجاع المعدن هذا ما رح يتفكك بعدها لما يروح لمعاء لمعاء تقول انا ما اخذه ليش ما تاخذيني لمعاء مو متكسر انا ما اخذه يعني لازم تكسره ايه لازم تكسره من حمض معده قوي متى الشخص ياخذ المكملات الحين شخص قوى عنده حمض المعدة وقوى امعاء خلاص صار امتصاصها مية بالمية وعنده مشكلة او حالة مرضية او عنده اعراض اهني اندخل المكمل يكون جرعاته شوي زايدة ومركزة اندخل المكمل عشان يصير التشافي عنده اسرع هو رح يتشافي طبيعي بس يبي له فترة ولكن اندخل احنا جرعات كبيرة كمكمل بيور عشان يشوف التشافي اذا اكتشفنا ان هذا المعدن اللي مسبب لك المشاكل واضح يعني قصدي نقصة هني الواحد ياخذ اما ما عندك حارج ارتجاع ركز على الاكل اللي مثلا انا تكلمت عن مثلا فيتامين اي ركز على اللطعم اللي فيه فيتامين اي ولكن عندك حارج وارتجاع اول شي صال لحم بعدها تقدر تاخذ لك اي مكمل واضح اشتركوا في القناة